الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا الخاتم الأمين أهلا وسهلا بحضراتك ويتجدد اللقاء في هذه السلسلة الماتعة اللي بنتكلم فيها عن طاقة الأمواج ومعادنا النهاردة مع محاضرة خفيفة جدا بكلم عن لمحة تاريخية عن طاقة الأمواج ومتى ظهرت هذه الطاقة ومتى اتجهت أنظار العلماء إلى استغلال طاقة الأمواج من أجل توليد الطاقة وطاقة الكهرباء خصيصا أول براءة اختراع استخدمت في هذا الصدد عشان أولى الطاقة من الأمواج واستغل هذه الطاقة المهضرة واللي هي متوفرة بصورة أساسية عشان كانت باعتبارها طاقة متجددة كان الكلام ده في باريس سنة 1799 يعني تخيل كده يعني ممكن إيه على سنة 1800 يعني فده كان مخترع اسمه جيرارد ده كان أول واحد حصل على براءة اختراع خاصة بتوليد الطاقة من الأمواج وكان في برضو يعني تطبيقات قديمة استخلصوا طاقة الأمواج دهيا يعني كان تطبيق أحد الفرنسيين بنا سنة 1910 متخيل بقى الفترة من سنة 1800 تقريبا لحد 1910 حوالي 110 سنة والأبحاث يعني إيه بسيطة جدا في هذا الأمر والرجل لما عمل نموذج عمله لإنارة المنزل بتاعه فده برضو سجل سنة 1910 ثم بعد كده حصل زي فجوة برضو 30 سنة سنة 1940 في عالم اسمه يوشي مسودة عمل بقى إيه قيادة بحسية بقى في مجال الطاقة توليد الطاقة من طاقة الأمواج وبدأ يحط في عالم أجهزة ويستخلص هذه الطاقة من البحر ويربطها بالشبكة من أجل الملاحة البحرية وكان بيستخدم في هذا الأمر لوح أو ألواح طافية متمفصلة وده لها مسامة هنشوفه إن شاء الله في الأنواع في المحاضرات القادمة ونجح في ذلك سنة 1940 يعني برضو قعد فيه الدراسة بتاعته حوالي 10 سنين تقريبا فلو أنت لاحظت من الأرقام بتحس إن الموضوع يعني إيه فيه فجوة كبيرة كده يعني لأن الموضوع مش بالسهل ومكلف جد في سنة 1973 زي ما حضراتكم عارفين حصل أزمة في ارتفاع سعر البترول العالمي نتيجة الحرب ما بين مصرية الحبيبة وما بين الكيان المختصب الصهيوني فبدأت مصر وبعد الدول زي ليبيا والجزائر والسعودية يمنعوا البترول عن الغرب الغرب يحتاس وارتفعت الأسعار فبدأوا يتجهوا للبدائل فسنة 1980 بقى خلي بدأوا إيه يعني أو سنة 73 بدأوا يحسنوا التقنية ديا مرة أخرى اللي هي تقنية إيه توليد الطاقة عن طريق الأمواج البحرية ولكن لما بدأت إيه يعني سنة 1980 بتتناقص هذه الحدة بتاع ارتفاع الأسعار بدأ إيه يعني الأبحاث تقل شوية في هذا المجال نتيجة بقى التغير المناخ اللي إحنا فيه وظهرت الاحتباس الحراري والكلام ده بدأت اتجاه وأنظار الدول أنها تستثمر في الطاقات الإيه المتجدد فجاء على رأس هذه الطاقات طاقة الإيه الأمواج لأن عند البحار والمحيطات بتولد الطاقة الموجية بصورة مستمرة عشان كده العلماء بيعدوها من الطاقات الإيه المتجدد فبدأت الأنظار تتجه إلى هذا الأمر وبدأوا يعملوا يعني ميكانيزمات كثيرة جدا في توليد الطاقة واستخلصها من طاقة الأمواج وده موضوع حديثنا إن شاء الله عز وجل في هذا الكورس فيكونوا معنا إن شاء الله عز وجل في المحاضرات القادمة نتعرض إلى هذا الأمر بشيء من التفصيل إن شاء الله عز وجل بقى في المحاضرة القادمة هكلمك عن مبدأ عمل طاقة الأمواج حتى هذا اللقاء يعني أستودعك الله عز وجل الذي لا تضيع عنده الوداع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته